معدن نشأ الجو بدا أهلا بكم مشاهدين أيضا تستبر الأجواء المنطرة على المناطق الداخلية مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة فيما يخص تقريبا أغلب المناطق الشمالية توقع تكتر عن الوضعية الجو بدا نبدوها بصورة القمر الاصطناعي توضح أن تشكل سحب كتيفة على الشمال الوطن حركة الرياح ستكون قوضية على الولايات الجنوبية قد تصل إلى 40 كم في ساعة مرفوقة بتطاير كتيف للزوابع الرملية أما فيما يخص مشاهدين توقع حالة التقس خلال صباحة يوم الخميس الأجواء ستكون غائمة على المناطق الشمالية تساقط أمطار رعدية على الولايات الشرقية وسماء غائمة جزئيا فيما يخص الولايات الجنوبية أما درجات الحرارة الدنيا حوالي 19 درجة بالجزائر العاصمة كذلك بيتيزي وزو 16 درجة على بات نخنش لقسنطينة وسطيف 20 درجة بين عامة والبيض أو 20 درجة فيما يخص عين الدفلوة 19 إلى 20 درجة بين عامة والبيض 17 درجة على قلمة 26 درجة بإيريزي واجعنا 30 درجة بأدراء 24 درجة على كل من إن شاء الله بشار وولاية تندوف و22 درجة بولاية تامنراز أما خلال ظاهرة يوم الخميس فالأجواء دائما تبقى غائمة جزئيا على المناطق الداخلية بداية من أواخر الظاهرة تتغير الوظاية الجوبيا أمطار رعدية إن شاء الله مرتقبة الولايات الجنوبية تشكل رعود منعزلة على أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهوغار والتاسي أما درجات الحرارة القصوى فتبقى نوعا ما مرتفعة فيما يخص أغلب المناطق الشمالية 31 درجة بتيزي بوزو 33 درجة بالجلفة والتيارد 35 درجة على شلف غليزان وأسيدي بالعباس 30 درجة بمعسكر وقلمة 28 درجة إن شاء الله على تبسة 30 درجة ببتنا 37 درجة على إليزي وجانات 42 درجة بإنصالح حوالي 43 درجة بأدرار 35 درجة بتندوف 39 درجة بورقلة عن توقعات حالة البحر سيكون إن شاء الله قليل الاستراب إلى وجد مسترب خاصة بداية من أواخر الظاهرة على السواحل الوسطى ليحقد تصل إلى 50 كم في الساعة مع رؤية متوسطة وعلو والأمواج يقارب المتر على طول الشريط الساحلي وقبل ما نختم شرطنا لإنهار اليوم نتوجه بكم إلى ولاية تلمسان إذا الأجواء ستكون ممترة خلال يوم الجمعة مع درجة حرارة دنيا مع أسباح تتروح بين 15 إلى 17 درجة والقصوى بين 24 إلى 28 درجة سوعة ريح فيها لن تتعدى 30 كم في الساعة والرطوبة حوالي 35% في الأخير نختم شرطنا الجوبية بورقة المعلومات الفلكية لتخص شروق غروب الشمس للجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين كانت هذه توقعات الوطايا الجوبية خلال صباحة وظاهرة يوم الخميس إن شاء الله أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة في أمان الله